في الفيديو النهارده هنتكلم ليه كل واحد فينا محتاج الحافز كل واحد فينا محتاج الحافز عشان يفكرك انك مش دورك في الحياة انك تاكل وتشرب وتنام وتخلف وتتجوز بس محتاج الحافز عشان يفكرك دايما ان مش ده دورك الاساسي في الحياة محتاج الحافز عشان يفكرك دايما ان انك لازم تتعب عشان تنجح وتوصل اللي انت عايزه كل حاجة مش هتيجي بالسهل محتاج الحافز عشان يلغي كل تبريراتك اللي انت بتبررها عشان انت مش عارف تنجح محتاج الحافز عشان يفكرك دايما انك قصرت محتاج الحافز عشان دايما ان ده تأثير منك بش تبرير انك مش عارف تنجح وانك مش عارف توصل لحاجة اللي انت عايزها ده تأثير منك انت ده بش تبريري عشان انت مش عارف تنجح الحافز بيفكرك دايما بالحاجه اللي انا عايزها بالهدف اللي انا عايزه دايما بترجع للحافز عしان يفكرن't لا انا كنت قال قبل جدد انا لازم اوصل لكذا مهم حزن لازم اوصل لكذا مفيش اي حاجه توقفك ده دور التحفيز في الحياة محتاج الحافز عشان يفكرن't دايما mind the fashion Ult 홍و مش بيدك لكي تطلع منها ده بايدك ربنا ما بيحسبش اي واحد على الظروف اللي هتحط فيها لكن ربنا بيحاسبه وانت لم تتلاتي من هذه الظروف انت كان في ايدك ان تطلع من هذه الظروف كان في ايدك ان تنجح كان في ايدك تغير الظروف اللي حواليك انت تولدت بالظروف دي لكن ممكن تغيرها عادي محتاج الحافظ عشان يخليك بعد ما تبدأ الحاجة اللي انت تحبها يبقى عندك استمرارية وتكمل مش بتبعي جدا نجح له جدا ساعتين وخلاص واعدله في البيت والناس كلها تقول ده كان نجح من ساعتين وخلاص والنجاح للurai هذا الساعات کهه كنتنجح لا ولديك ايدشد ايدك końدة. ما تقلد الجد المستمرارية هيا بدأ وهاتستمر وانت قرأة اليوتيوب bias تجري فيها وبدأت تأملك فيديوهات مثال هذا كبير فطورت في نفسك يابد96 طورت في اليدل وبالمعدد وبالطاجك احد сог видينت اي حاجة تتجiers المفتسن الاستمرار alcanz تجahan لذي يعطيك وانت صمت لدك وانت صحده الان ومن العشان لم يجب ان يستمر لم اعرف اي حاجي لا إما فوت تعدل من حاجاتك أو فوت تطور من نفسك عشان تنجح في الحاجة اللي انت بدأت فيها ولا انت بتحبها محتاج الحافز عشان يفهمك ان النجاح ده بش بونس عندك أو او تدهون لانا بقيت ناجح لك لا ربنا يا حسبك على النجاح ده ربنا يا حسبك على الإمكانيات اللي ادهالك والتعليم اللي انت تعلمته والفلوس بتاعتهلك وباباك وممتك اللي ادهالك عشان تتعلم بها وبعد ما خدتها عملت ايه نجحت او لا؟ عملت اي حاجة بها او لا؟ لازم تفهم ان النجاح ده بش اوبشن من عندك او بونس لا انت هتتحاسب على النجاح ده انت لازم تكون ناجح لازم تكون بتامي الحاجة اللي انت عايزك او على اقل تكون ناجح بش تبقى عجده والله بتجبه علينا بنجاحك انت بحتاج الحافز عشان يفهمك انك بش هيجي زيك تاني ربنا كل واحد خلق في ميزة بس التركاية في الموضوع انك تعرف انت الميزة اللي عندك دي ربنا مش هتديك كل حاجة او كل واحد ربنا خلقوا بميزة معنا محدش عارف يعملها غيره محدش عارف يعمل الدول ربنا الدهوله ده غيره بس التركاية بقى في الحياة انك تعرف الميزة دي تعرف انت كويس في ايه تعرف انت بتحب ايه محتاج الحافز عشان يخرجك برا الكتالوج ان المجتمع يحطك فيه لازم تطلع دكتور زي باباك عشان هو طلع دكتور لازم تطلع مهندس عشان ابن عمتك تطلع مهندس فلازم تبقى احسن منه لا هي بشماشية جدا لازم تتحرر من الكتالوج بتاعك ده الجملة الوحيدة اللي فعلا ممكن فعلا تتقالع على الحافز لو هو بيرجعك للتراك تاني بيرجعك للخط اللي انت كنت ماشي فيه بيرجعك للطريق اللي انت كنت عايز توصل فيه الحلمك طبيعي جدا انك تحوض عن القرار ده او تروح في مكان تاني فالحافز دايما بيرجعك للنقطة اللي انت كنت ماشي فيها لا انت كنت واخد قرار انك توصل لحاجة معانا في وقت معانا في البلان بتاعك فلازم ترجع له تاني فالحافز مهم اكيد طبعا مهم دوسا كوتش سامع عليك اشتركوا في القناة